أوظف الجمعة والطرحة في مجموعة الأعداد العشرية أستحضر تنظم إحدى الإدارات امتحاناً سنوياً بالملفات لتمكن موظفيها من تحسين أجورهم ترشح لإجتيازه هذه السنة أربعة معظفين ستختار الإدارة ثلاثة من بينهم وفيما يلي جدول تفصيلي لمكونات ملفاتهم أبحث عن الأعداد المناسبة لفراغات الجدول لمعرفة المجموع الذي تحصل عليه نادر نقوم بجمع العدد المهني قبل الأخير مع العدد المهني الأخير مع الأقدمية العامة أي 18.5 زائد 19.75 زائد 29 يساوي 67.25 تحصل قيس على مجموع يساوي 59.25 والمطلوب هو أن نعرف عدد الأقدمية العامة إذن نقوم بطرح مجموع العدد المهني قبل الأخير مع العدد المهني الأخير من المجموع أي 59.25 ناقص 17 زائد 19.25 يساوي 23 المجموع الذي تحصل عليه زينب هو مجموع العدد المهني قبل الأخير مع العدد المهني الأخير مع الأقدمية العامة أي 19 زائد 19.25 زائد 24 يساوي 62.25 وسيم تحصل على مجموع يساوي 65 لكن علينا أن نعرف العدد المهني الأخير المتحصل عليه لذلك نقوم بترح ناتج جمع العدد المهني قبل الأخير مع الأقدمية العامة من المجموع أي 65 ناقص 18.25 زائد 27 يساوي 19.75 نقطة أعرض نتائج هذا الامتحان حسب الترتيب التفاضلي نتائج الامتحان حسب الترتيب التفاضلي هي كالآتي المرتبة الأولى نادر بمجموع يساوي 67.25 نقطة المرتبة الثانية وسيم بمجموع يساوي 65 نقطة المرتبة الثالثة زينب بمجموع يساوي 62.25 نقطة المرتبة الرابعة قيص بمجموع يساوي 59.25 نقطة أتذكر أولا عند إنجاز عمليات جمع أو طرح على الأعداد العشرية وفق الوضع العمودي يجب كتابة الأعداد بنظام بحيث تكون الفواصل تحت بعضها ثانيا العدد الطبيعي العدد بدون فاصلة هو عبارة على عدد عشري جزءه العشري يساوي صفر مثلا خمسة عشر تكتب هكذا خمسة عشر فاصل صفر أقيم مكتسباتي ثانيا أنجز العمليات التالية وفقا للوضع العمودي 91.09 زائد 9.9 يساوي 100.99 99 زائد 1.8 يساوي 100.8 0.1 زائد 0.809 يساوي 0.909 1 ناقص 0.99 يساوي 0.1 100.1 ناقص 99.98 يساوي 0.12 8 ناقص 7.37 يساوي 0.63 نقوم بطرح 0.63 من 8 كي نتحصل على العدد الناقص في العملية أي 8 ناقص 0.63 يساوي 7.37 3. ألف ألاحظ العملية التالية أحد الأعداد التالية يمثل النتيجة المناسبة لها 4. أحدده دون إجراء العملية 5. العدد 112.68 هي النتيجة المناسبة للعملية السابقة 6. أعلل إجابتي من الواضح أن النتيجة لجمع أعداد العملية السابقة يفوق المئة و95.67 أقل من مئة عند مشاهدة العملية نلاحظ أن العدد ثمانية هو رقم أحد النتيجة 5. أجرى كل من سامي وأمل ونادر العملية التالية 100.5 ناقص 8.96 فوجدوا تباعاً ثلاثة نتائج وفق ما يتضمنه الجدول التالي 6. أحدد النتيجة الصحيحة النتيجة الصحيحة هي التي تحصل عليها نادر لأن 100.5 ناقص 8.96 يساوي 91.54 أحدد سبب خطأ التلميذين الآخرين تمثل خطأ سامي في الاستعارة بواحد وعدم إرجاعه تمثل خطأ أمل في عدم التركيز لأنها على ما يبدو أنها عوض طرح ثمانية فاصل ستة وتسعون قامت بطرح تسعة وثمانون فاصل ستة رابعاً أبحث عن العدد الناقص في كل عبارة عددية لمعرفة العدد الناقص نقوم بعملية عكسية أي نقوم بطرح العدد ثمانية فاصل صفر تسعة من العدد تسعة فاصل ثلاثة عشر لتصبح العبارة العددية كالآتي تسعة فاصل ثلاثة عشر ناقص ثمانية فاصل سفر تسعة ونتحصل على نتيجة تساوي واحد فاصل سفر أربعة لمعرفة العدد الناقص نقوم بطرح العدد تسعة وتسعون فاصل واحد من العدد مائة وواحد لتصبح العبارة العددية كالآتي مائة ناقص تسعة وتسعون فاصل واحد ونتحصل على نتيجة تساوي واحد فاصل تسعة لمعرفة العدد الناقص نقوم بطرح العدد ثلاثة فاصل تسعة عشر من ناتج جمع العدد سبعة مع سفر فاصل سفر تسعة لتصبح العبارة العددية كالآتي سبعة زائد سفر فاصل سفر تسعة ناقص ثلاثة فاصل تسعة عشر ونتحصل على نتيجة تساوي ثلاثة فاصل تسعة لنتحصل على نتيجة خمسة ضارب العدد المجهول نقوم بزيادة أربعة فاصل خمسة وعشرون إلى النتيجة الجملية عشرة فاصل خمسة وسبعون لنتحصل على العبارة العددية التالية خمسة في يساوي خمسة عشر إذن العدد الذي نبحث عنه يساوي خمسة عشر على خمسة يساوي ثلاثة لمعرفة العدد الناقص نقوم بإضافة سفر فاصل أربعة وثمانون إلى العدد إثني عشر فاصل خمسة وعشرين ثم نطرح منه العدد ثمانية فاصل تسعة لتصبح العملية كالآتي إثني عشر فاصل خمسة وعشرين زائد صفر فاصل أربعة وثمانون ناقص ثمانية فاصل تسعة يساوي أربعة فاصل تسعة عشر إذن مئة ناقص كم يساوي واحد فاصل تسعة ناقص صفر فاصل تسعة وتسعون نقوم أولا بعملية طرح واحد فاصل تسعة ناقص صفر فاصل تسعة وتسعون يساوي صفر فاصل واحد وتسعون يعني أن مئة ناقص كم يساوي صفر فاصل واحد وتسعون يعني أن مئة ناقص صفر فاصل واحد وتسعون يساوي العدد الناقص يساوي تسعة وتسعون فاصل صفر تسعة إذن 100 ناقص 99.09 زائد 0.99 يساوي 1.9 0.91 زائد 0.99 يساوي 1.9 لمعرفة العدد الناقص نقوم بزيادة العدد 5.09 إلى 8.82 لنتحصل على العدد 13.91 وهو نتيجة جمع 2.01 مع العدد الذي نبحث عنه إذن لمعرفته نقوم بالعملية التالية 13.91 ناقص 2.01 يساوي 11.9 خامساً أكتب مكان كل فراغ منقط العدد المناسب لمعرفة العدد الناقص نقوم بتحويل مساحة R إلى الهكتار 3.6R يساوي 0.036 هكتار من ثم نقوم بطرحه من المساحة الجملية 0.532 ناقص 0.036 يساوي 0.496 هكتار إذن العدد الناقص يساوي 0.496 هكتار بمعنى 0.036 هكتار زائد 0.496 هكتار يساوي 0.532 هكتار لمعرفة العدد الناقص نقوم بطرح 3.4 متر من العدد 0.0534 كيلو متر بعد تحويلهما إلى الهكتو متر 3.4 متر يساوي 0.034 هكتو متر 0.0534 كيلو متر يساوي 0.534 هكتو متر إذن العدد الناقص يساوي 0.534 ناقص 0.034 يساوي 0.5 هكتو متر لمعرفة العدد الناقص نقوم بتحويل كل من العددين 5.7 لتر و 4.25 هكتو لتر إلى الديكالتر وجمعهما 5.7 لتر تساوي 0.57 ديكالتر 4.25 هكتو لتر يساوي 42.5 ديكالتر إذن العدد الناقص يساوي 0.57 زائد 42.5 يساوي 43.07 ديكالتر لمعرفة العدد الناقص نقوم بترحي 3.2 كم مربع من العدد 3.245 كم مربع ونحولها إلى المتر المربع 3.245 ناقص 3.2 يساوي 0.045 كم مربع يساوي 45 ألف متر مربع نقوم بتحويل كل الأعداد إلى السنتيمتر نظرا لأن العدد الناقص وحدته السنتيمتر 20 سنتيمتر ناقص كم سنتيمتر يساوي 5.7 سنتيمتر لمعرفة العدد الناقص نقوم بترحي العدد 5.7 سنتيمتر من العدد 20 سنتيمتر كالآتي 20 سنتيمتر ناقص 5.7 سنتيمتر يساوي 14.3 سنتيمتر ومنه 20 سنتيمتر ناقص 14.3 يساوي 5.7 سنتيمتر 20 سنتيمتر